احمد الله رب العالمين احبتي في الله دائما يقال ان كل وراء رجل عظيم امرأة قد تكون هذه المرأة امه او زوجه او ابنته او عمه او خاله او اي امرأة صالحة من رحمه تقف بجواره في لحظات المحن وفي لحظات المنح فكثير من العباد عندما يرزق نعما يبطر او ينسى الشكر واذا اصبته الضراء وجدته هلوعا فياتي دور المرأة ليخف بجوار هذا الرجل ليكون انسانا كبيرا او عظيما ولكن العجيب في بعض من نفوس او في نفوس الكثيرات من بناتنا من الزوجات واخواتنا ان يعني تظن ان الرجل اذا وصل الى مركز متميز فهذا على حساب يعني وقتها او على حساب شخصيتها او هويتها او مكانتها مع ان سبحان الله الرجل يكبر اذا كانت المرأة يعني واقفة بجواره كما سوف نرى هذه الصور المضيئة التي يعني رأيناها في الجيل القرآني ونحن نتحدث في حلقات القرآن والانسان وكيف صنع القرآن من العرب قريش اولا ثم من العربي بعد ذلك في كل بقاع البلاد العربية والمنطقة العربية ثم في كل ربوع العالم كيف صنع يعني سبحان الله كبريات صانعات التاريخ فاول كبريات صانعات التاريخ بعد امنة بنت واهب ام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاتي خديجة امنا خديجة رضي الله عنها يعني يغيب عنها النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل سنة يذهب شهرا يذهب في شهر رمضان ويتعبد هناك ويتحنث الى الله سبحانه وتعالى ثم يعود بعد شهر ولما نزل عليه الوحي يعني كربه وخشي على نفسه كما قال هو عندما عاد الى بيته زملوني زملوني دثروني دثروني يعني غطوني غطوني سبحان الله لما سمع قول الله عز وجل انا سنلقي عليك قولا ثقيلة لما عاد الى زوجه الكريم خديجة اولا لم تعاتبه او تعنفه لتقول له والله يعني ان تفردك في الجبال وحيدا شهرا كاملا ليلة نهار في مكان لا انيسة ولا جليس هذا يورث يعني تخيلات وربما الذي رأيته كابوس او حلم او يعني شيء من هذا القبيل لكن مجرد ان قص عليها القصة يعني امتصت يعني توتره او يعني رد فعله بهذا الموقف الذي كان مفاجئا بالنسبة له عندئذ قالت والله لا يخزيك الله ابدا لماذا ذكرته بكل الحسنات التي هي موجودة فيه وكله حسنات صلى الله عليه وسلم لكن نرى ان يعني على مدى خمسة عشر عاما تزوجها وفي الخامسة والعشرين ثم اوحي اليه وهو في الاربعين يعني بعد خمسة عشر عاما استطعت ان تلخص مميزات وكله مميزات صلى الله عليه وسلم وحسنات وكله محاسن عليه الصلاة والسلام قالت له انك لتصل الرحم وتصدق الحديث اذا هذه صفاته فيما رأتها فيه رضي الله عنه انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم يعني تعطي من مالك سبحان الله وتقرى الضيف يعني عندك كرم سبحان الله العظيم وتعين على نوائب الحق اذا وصفته بصفات ست يتمنى كل انسان في هذا الكون ان تصفه زوجه بهذه الصفات لماذا؟ لانها من بيت كريم وهي كريمة الاخلاق وهي انسانة عظيمة وهي من كبريات الصانعات وصنع التاريخ الاسلامي فتقم بجوار هذا الزوج الصالح لتأخذه الى ابن عمها ورقة ابن نوفل ليبشره اذا ماذا نستطيع ان نستفيد نحن وان نفيد بناتنا المقبلات على الزواج ونفيد ايضا اخواتنا او بناتنا من الزوجات الحاليات كيف تقف المرأة من جوار زوجها اذا جاءها في ورطة في العمل مثلا اوقع في ورطة ما كانت في باله او وقع على ورقة خطأ او كله من يعدها بخطأ او اي شيء من هذا القبيل عندما يعود الى البيت تقرعه وتعنفه انا قلت لك هذا الكلام قلت لك هذا الصديق لا يصنح ان يمشي ميعل انا قلت لك ان عمك هذا يريدك مولد التهلكة انا قلت ان اخوتك يكرهوك ويريدون ان ياخذوا كل مالك انا قلت ان خالك هذا او عمك يحقد عليك او ان وهكذا تضيق صدره علاوة ان صدره ضيق اصلا هو في ورطة فيجب الانسان الذي في ورطة يجب ان نهدئه هكذا صنعت امنا خديدة والله لن يخزيك الله ابدا لماذا لانك تصل الراحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرد ضيف وتعين على نوائب الدهر اذا ذكرت له الجوانب الخيرة في حياته وكأنما تريد ان تقول له ان الله عز وجل لان هذه صفاتك فسوف ينزل الله عليك كرما من اجل هذا الكرم الذي عندك وخيرا من اجل هذا الخير الذي عندك فثبتت ولذلك كان دائما يذكرها عليه الصلاة والسلام حتى في فتح مكة قال اضربوا لي خيمة بجوار قبر خليجة وكان يقول ان الله رزقني حب خليجة يعني هذا هذه المحبة العجيبة التي كانت في قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم لزوجته خليجة رضي الله هذه محبة من الله سبحانه وتعالى في او دعها في قلب هذا الانسان العظيم صلى الله عليه وسلم يعني اذا لما تقف الزوجة بجوار زوجها يثبت ويتقدم وفي تقدمه وحصوله على مراكز طيبة وصلاح يعني يشهد له بيت جميع تكون وراءه هذه المرأة العظيمة فهل يا ابنتي انت التي تسمعين الان سواء يعني سبحان الله يعني من زوجة او من بنت مقبرة على الزواج هل تنوين ان تقف بجوار زوجك في الملمات وتقف بجوار بالنصيحة ولكن ليست النصيحة على مدى الـ 28 ساعة في الـ 24 ساعة لا يعني النصح ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا والنصيحة على الملأ فضيح انت تريدين النصيحة يجب ان تغلفيها بغلاف معين يجب ان ترسليها برفق لا تعتبر نفسك بمجرد ان حضرت درس علم او حفظت سورة من القرآن او قرأت كتابا من الكتب ما قرأها تصير انت المعلمة ومديرة المدرسة وهو في الصف الثاني الاول والابتدائي يلس هكذا يعني قد ربع يديه ومنصطا اليك وتظنين ان بهذا قد حصلت كل النصيحة كامر للمعروف ونهي عن المنكر لا انا اقول لك كاب ينصحك يعني انت يعني حنانيتي على هذا الزوج يعني بمعنى ان اذا رأيت منه خطأ ان يعني سبحان الله هكذا حتى مع ابنائنا ان رأينا اخطاء لا نقف لا نقف عند اول خطأ لا لان نمرر الخطأ والثاني ظلم ان الخطأ ليس كبيرا ليس خطأ ان يؤدي الى مهالك ولكن خطأ محدود خطأ محدود نعديه نمرره وبعدين يجي خطأ الثاني يعني ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغاب يعمل انه مشواخد باره فالاب يعمل انه مشواخد باره من ان ابنه اخطأ خطأ لكن بعد الخطأ الرابع والخامس نتوقف تعالى انت يوم كذا عملت كذا وسكت ويوم كذا هكذا انت ايضا مع الزوج انت ايضا مع زوجك نفس القضية لماذا لان الحياة قائمة على الاخطاء وكل بني ادم قطأ طالما نحن في الحياة طالما نحن نخطئ طالما نحن نخطئ وننسى ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسيه ولم نجد له عزمة ايضا عندما يأتي الزوج بمشكلة كبيرة يجب ان يعني مشتقف بالجوار فقط ولكن يعني يجب عليك النصيحة الرقيقة هذا ما صنعته امنا ام سلمة رضي الله عنها في قضية الحديبية صلح الحديبية حبس المشركون في مكة يعني النبي صلى الله عليه وسلم خارج مكة على بعد قريب جدا من الكعبة خلاص على وشك ان يدخل مكة ويعتمس وكان من سنوات طويلة ما جاء الى مكة ولكن منعته القراج فلما اتم الصلح الصلح الحديبية ووقعت المعاهدة امر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته ان يتحللوا ويحلقوا ويدبحوا الهدي طبعا للوهلة الاولى يعني انا لا طفت ولا سعيت ولا اديت العمرة فكيف اتحلل اتحلل لماذا اي مناسك انا صنعتها حتى هكذا يقول كل صحابين في خلده او يدور في خلده هذا الكلام من الذي يجعلني اتحلل وانا ما اعتمرت بعد فدخر الرسول صلى الله عليه وسلم مغضبا الى زوجه ام سلمة لو ان زوج حالي دخل وهو صاحب مؤسسة وقال والله ان مدير الحسابات عندي اخطأ في كذا ومدير الشؤون القانونية اخطأ في كذا ومسؤول علاقات العامة اخطأ في كذا سوف تقول له زوجته فورا يعني افصلهم من العامل طابور للطالبين للوظيفة كثر لكن لا اهدأ عليهم يعني انظر هذه اول خطأ لهم يعني كن معهم حنونا كن معهم ابا كن معهم كبيرا وهكذا ماذا قالت ام سلمة يا رسول الله اخرج فانحر يعني تحلل ونادي حالقك يعني هات الحجام او الحلاغ وانحر هديك وسوف ترى خيرا ان شاء الله رب العالمين خرج النبي صلى الله عليه وسلم وتحلل من احرامه وحلق وسبحان الله العظيم ثم نحر فصار الصحابة يتسابقون على القصاب وعلى الحجام يعني على الجزار الذي يذبح وعلى الحلاق الذي يحلق سبحان الله بمشورة عظيمة من ام سلمة وهي تكفكف حدة زوجها ولا تزيده حدة لان بطبيعة الانسان العربي العربي ليس قريبا الى الحل العربي قريب الى الانفعال هذه طبيعته يبدو طبيعة الارض الساخنة يعني من طبيعة يعني حتى نرى مثلا الدول الاسكندنافية والباردة يعني اعصبهم في كما يقول بالمثل العام في ثلاجة يعني كأنها في برات سبحان الله لكن العربي يعني سبحان الله مستثار دائما سبحان الله العظيم فوقوف ام سلمة بالجوار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النصيحة المهذبة المغلفة الجميلة وهو في نفس الوقت يأخذ بها لان كثير من ازواجنا او كثير من ابنائنا من الازواج يعني يقولوا الله يعني شاوروهن وخالفوهن طبي يا ابن الحلال طالما انت نوى على المخالفة فلماذا المشاورة هو يعني تضيع وقت طالما انت نويت ان تخالف فلماذا تخالف هي لها عقل كما انت لك عقل سبحان الله يعني لها فكر ربما لها رؤية ربما سبحان الله عندها قضية استشعار عن بعد ربما فيها قرب من الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين انا ابشر الامة كلها ان جل نسائنا وبناتنا وشبابنا بفضل الله يعني قادمين على طريق الخير وطريق التقوى وطريق الصراح وهذا ان شاء الله هو امر الامة الكبير لان النساء في المجتمع فعلا صورة لتقدم الامة لماذا لان الامة لا تتقدم الا برجال وشباب يعملون الا اذا كان وراهم ام صالحة او زوجة صالحة الامة الصالحة والزوجة الصالحة تقف سبحان الله بالجوار هذا الزوج حتى تدفعه الى الامام ولا تدفعه الى الخلف لان عمر كان يقول رضي الله عنه اللهم ارزقني بزوجة تعينني على الدهر ولا تعين الدهر علي واعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشي في والعياذ بالله نسأل الله السلام لكن انا ان شاء الله يعني عندي من الامل الكبير ان البيوت التي تشاهد مثل هذه الدروس ومثل اخواننا واساديدتنا وعلمائنا من الدعاء ومن العلماء ومن الفقهاء سبحان الله يأخذ بهذا الكلم ولو يطبقوا شيئا من كي نتأسى بالقدوات الكبيرة وكبريات صانعات التاريخ كما قلت يعني مثال فرضنا جدلا ان امرأة بنتا معينة نشأت في بيئة غنية بيئة ابوها ثري في حالة مستورة تزوجت شابا رضي به ابوها وامها واهلوانته انه ذو خلق وذو دين فقابلوا منه فلما تنتقل من حالة الغنى الى حالة الضنك او الفقر او طبعا قضية الكفاءة في الاسلام موجودة حوار اخر ان شاء الله لكن اقول يعني نظر بمثال من عظيمات التاريخ الاسلام اسماء ابنت ابي بكر اسماء ابنت ابي بكر زوجها ابو بكر رضي الله عنه بالزبير ابن العوام الزبير ابن العوام في بلاد حياته كان فقير الحال كان عنده فرس سبحان الله العظيم وكان اشد تعب لاسماء ما هي ما تعودت للعمل في بيت ابيها لان اباها ابو بكر سواء في الجهرية او في الاسلام كان عنده خادم وعنده عبيد وسبحان الله العظيم فتعودت الدعا هي واختها عائشة وفي بيت الصديق رضي الله عنه نتيجة هذا الدلال وهذا العز معنى الدارج الذي كانت فيه في بيت ام رومان وبيت ابي بكر رضي الله على هذا البيت سبحان الله المهم فاسماء تزوجت من الزبير لم يكن له خادم ولا مملوك لا خادم ولا عبد لا في سبحان الله ليس عنده فتعمل ايه تقول اعلف فرسه وبعدين قالوا واكفيه مؤونته وبعدين قالوا واحرز غربه تحرز غربه يعني كان عندهم دلو معمول من جلد ثور يروح ينزلوه بحبل يدلوه في البقر وتأتي لتملأ بهذا الدلو سبحان الله القربة او تملأ المكان الذي يشرب منه سبحان الله الفرس الزبير رضي الله لم تشتك لم تشتك حتى ان من شدة التعب كانت عائدة مرة من ان تأتي بالماء لفرس زوجها سبحان الله فوجدها النبي صلى الله عليه وسلم وجمع من الصحابة فاراد ان يعني تركب الراحلة يعني مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فخشيت ان ازاحم الرجال او ان يراني الرجال وتذكرت غيرة الزبير انظر هذه الغيرة المحمودة الزبير كان غير جدا على اهل بيته فتذكرت غيرة الزبير فابيت ورجعت الى بيتي فلما علم ابي ابو بكر رضي الله عنه اعانني بخادم سبحان الله فكأنما اعتقني يعني سبحان الله كأنها كانت يعني اسيرة وصارت حرة بان صارت الخادم هذه او الخادمة تلك تأتي هي بالمياه وترويحها ما تضجرت اسماء ولا قالت انها كذا وكذا سبحان الله ثم صارت زبير بن العوان بعد ذلك من اغنى اغنياء المسلمين ببركة هذا البيت وبركة هذه الزوجة العظيم اسماء هذه هي التي انجبت عبد الله بن زبير عبد الله هذا والذي وقف في وجه الحجاج واسماء في هذا الوقت كان عندها كبرت ووصل عبرها مئة عام سبحان الله العظيم ولما قتل او يعني احرق الحجاج الكعبة ودخل على عبد الله بن زبير ودخل يستأذن من امه وقالت قولتها الشهيرة ان الشاتى لا يضيرها سلخها بعد ذبحها اين خديجة اين ام سلمة اين اسماء في حياتنا الحالية هذا هو مدار حديثنا ولكن بعد الفاصل ان شاء الله كنوا معي حتى نرى علاقة تقدم الامة ونساؤنا الصالحات اهلا بكم مرحبا بكم احبتي مرة اخرى ونحن نتحدث عن المرأة الصالحة وتقدم هذه الامة التي نرجو لها العزة دائما ان شاء الله رب العالمين بفضل الله اولا ثم بفضل هؤلاء او هاتيك الزوجات الصالحات القارتات العابدات التي يقفنا بجوار ازواجهن وابنائهن ونرى منهن الخير كله وما زال املنا فيهن كبيرا وسوف يظل لانهن تربية كتاب الله سبحانه وتعالى سبحان الله يعني تربية علماء فضلاء وعالمات فضليات سبحان الله كنا نتحدث قبل الفاصل عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وعن ابيها وعن زوجها وعن ابنها عبد الله سبحان الله العظيم يقال ان مر رجل فقير جاء فطرق باب الزبير فلم يكن الزبير موجود قالت له من خلف الباب من قال اني استأذنكم في ان ابيع في ظل جداركم انظروا الى هذه الدقة العجيبة يعني واحد فقير بائع يبيع عشاء معينة يريد ان يستأذن في ان يجلس في ظل جدار الزبير لم يتعد على الزبير نفس ولا على بيتي ولا على حرمتي ولم يخط فيها سبحان الله انما مجرد استئذان ان يبيع في ظل سبحان الله اسماء تريد الخير كلها لانها بنت ابي بكر لكن يعني تريد ان البيت له رب له قائد له قبطان ولابد ان توضع الامور في نصابها قالت اذا جاء الزبير فاطلب مني امامه يعني عايز هذا الطلب لكن امام الزبير صاحب البيت سبحان الله مش تعطي قرار وفرامان وانتهى الموضوع واخن عملنا خير واحنا عملنا شيء مش ولابد ما اعطينا الرجل لله لكن لا بد من الاستشارة والاستخارة والزوجة هكذا البيوت المطمئنة هكذا البيوت الهادئة اما البيوت كل واحد عمل لحزب في بيته سبحان الله هذه بيوت يعني مهلهلة بيوت كالقبور نسأل الله ان يضيئها بنور الله وبنور الاستقامة ونور الرفق ونور المادة والمحبة المهم جاء الزبير فجاء الفقير وقال هل تأذن لي ان ابيع في ظل دارك فقالت اسماء اه لم تجد الا ظل دارنا فهي تريد ان تختبر يعني رأي الزبير وهذه حصافة يعني تريد ان تضغط الى اخر لحظة لترى هل الزبير عنده نفس الفكرة يقول يا اسماء عجبا لك اتمنعين خيرا ساقه الله الينا وتمنعين فقيرا يبيع في ظل جدار بيتنا او دارنا المهم جلس الرجل بعد مدة الرجل يبدو ببركة رضا صاحب الظل للبيت وسبحان الله وقناعة الرجل الرجل بدأ يشتري اشياء كثيرة فباعت له اسماء جريكات عندها فدخل سبحان الله الزبير ورأى اسماء تعد المبلغ الثمن البيع يعني فقالت زبير لاسماء يعني هبيها لي يعني اعطيها لي او انا اشتريها قالت انما انا اعطيتها لله رب العالمين يعني تأخذ هذا المبلغ كله وتخرج لله سبحانه وتعالى اسماء ابو بكر ام رومان الزبير ابن العوام عبدالله ابن الزبير كل واحد قصة في التاريخ كل واحد بصمة من بصمات التقدم اعلى تقدم تنشئه البشرية هو تقدم القيم تقدم المبادئ تقدم تقدم اعلاء قيمة الانسان تقدم ان يحتوي الانسان الازمات والصدمات ويتحمل من يعني دعوا صورة اخرى جميلة من اكثر دلالا من فاطمة رضي الله عنها ام الحسنين في بيت ابيها لا احد يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم فاطمة على سبحان الله يعني كانت اقرب المخلوقات الى قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم وكان اذا رأاها قادمة كان يقوم لها يقبل ما بين عينيها ويلتزمها واحد كان عنده حنو وعجيب على ام الحسنين رضي الله عن البيت المهم لما بدأت فاطمة تتعب من الحسن والحسين وبعدين بدأت الحمل الجديد وبعدين سبحان الله تأتي بالعلف وتطحن بالراحة وتأتي بالماء نفس القضية بيئة ليست بيئة سهلة يعني سبحان الله العظيم ولكن فاطمة يعني يذهب علي رضي الله عنه ويقول لها يعني بلغنا ان نسبيا وقع في ايد المسلمين اذهبي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واطلوي منه يعني ان يعيننا بخادر عشان يعني يقصد عليه ان يريحها فذهبت الى ابيها فقال ابوها لها الا ادلك على شيء ان صنعتي او فعلتي انت وزوجك علي يعني او انت وابن عمك سبحان الله اذهب الله عنكما عناء اليوم كله اذا اويتما الى مضجعكما لما تجيبت ناموا يعني تكبر 34 تكبر الله يعني تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33 سبحان الله لكما من الخادم فلما عادت وقالت لعلي هذا الكلام قال لنفعل ما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم به تقول فاطمة فما انقلنا انا وعلي هذا كل ليلة الا واذهب ان الله عناء اليوم كله نحن نتعب في هذه الحياة نتعب من زحمة المواصلات ومن عناء العمل والمرأة تتعب في تدريس ابنائها وبناتها ورعاية الزوج ورعاية سبحان الله والعلاقات الاجتماعية الى اخيره فكل هذه ضغوط على المرأة وايضا على الرجل لكن سبحان الله ما سمعنا ان عليا يتردد ويسخر ويقول ما علاقة التعب بالتسبيح والتكبير هل التكبير والتسبيح يعني فرضنا جدرا ان رجلا تزوج من بيت ابوها يعني حماه يعني حماه الله صاحب العقل سبحان الله ان ابوها ملياردير فقال سبحان الله العظيم لزوجته ذهب الى ابيك ويقول نحن نريد يعني سيارة نذهب بها الى العمل بدل من السيارة القديمة التي عندها مثلا يعني او يعني هذا من الله فتح له وهو رجل يتبرع ويعطي يعني ايه مشكلة ان يعطينا سبحان الله وعادت من عندي ابيها لتقول له ان ابي يقول والله عندما نأوي الى الفراش ونريد ان نذهب التعب نكبر ونسبح ونحمد سبحان الله لك ان تتخيل الان وانت تسمعني وانت ايضا يا ابنتي تسمعينني الرد الذي تسمعه من زوجها لكن علي ربيب بيت النبوة ما عليه الا ان يوفي وان يصنع وان يعمل ما كان يعني سبحان الله يعني ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم وكان له مداعبات مع رسول عجيبة ذلك انا اتعجب من هؤلاء من الرجال والنساء الذين لا نرى في وجوم الا تقطيب وجه وان لا يعني سبحان الله تضييق صدور وكان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول يتحدث وعليه يأكل في الرطب يأكل الرطب ويضع النوى امام رسول الله وسلم يأكل الرطب ويضع النوى سبحان الله بعد ان انهى ما في الطبق قال عجبا يا رسول الله اكل هذا اكلت يعني انت اكلت كل هذا التمر اللي نواه يظهر امامك والرسول ما اكله فيقول له واعجب منه من يأكل الرطب او التمر بنواه يعني سبحان الله يعني هذه مدعبات جميلة لماذا تقطبون وجوهكم ولماذا لا تستعينون على يعني الحياة وصعوبتها بهذه الابتسامات وهذه المدعبات وهذه هذا الحوار الجميل الذي يكون ما بين الزوج وزوجته اما نبأ ام سليم فهو نبأ عجيب ام سليم سبحان الله العظيم لما جاءها ابو طلحة احنا عندنا يعني خبرين عجيب خبران عجيبان عن ام سليم رضي الله عنه صحابية جليلة ولا خبران عجيبان جاءها ابو طلحة يخطبها وابو طلحة رجل من عدية القوم يعني من عائلة فقالت له يا ابا طلحة يا ابا طلحة وكان لم يحرم سبحان الله الزواج المسلمة من الكافر بعد يا ابا طلحة مثلك لا يرد انظر الى ادب المرأة يعني مثل يعني اللي في مكانتك الاجتماعية ومكانتك بين العرب وبين القبائل انت لا ترد مثلك لا يرد ولكن انت رجل كافر فان اسلمت قبلت هذا مهرا وتزوجتك سبحان الله فالمهم الرجل استخر واستشرك فوجدوا سبحان الله العظيم يعني ان المسألة بهذا المنطق فاسلم الرجل سبحان الله وتزوجها فكانوا الصحابة يقولون ان اغلى امرأة سبحان الله واعظم مهر في الاسلام كان مهر ام سلين رضي الله عنها لما تزوجت من ابي طلحة واشترطت ان مهرها هو ان يدخل الاسلام تخيلوا هذا المهر الان انظر الى يعني فيه ما شاء الله لقوة الله بعض من الغير المسلمات لما تدخل الاسلام وتأتي لنأتي لها بزوج ونقول لها ان لك حقا في الاسلام هو مهر سبحان الله تقول والله مهري ان يعلمني اللغة العربية مهري ان يحفظني القرآن الكريم اكيد هذه الجينات ربما تتبع ام سلين رضي الله عنها هذا القبول العجيب يعني لا تطلب هذه قل متاع الدنيا قليل والانسان لا يشبع يعني لقبلها هدية بمائة الف في من ابن عمها ابنت عمها جالها هدية بمثين الف ان جالها بنصف مليون هي بانتخالها جالها بمليون وهكذا فالانسان كشار بالبحر لا يزيده الشرب الا عطشا سبحان الله العظيم ام سلين هذا هو الخبر الثاني يعني تزوجت وانجبت وكبر الولد الولد مرض وصار اياما طويلة يعني سبحان الله يأتي ابو سلين ليجد ولده مريد سبحان الله ف ابو طلحة ابو طلحة مرض ولده وبعدين لما خرج لصلاة المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فاضت روح الولد فقالت ام سلين لمن معها لا تخبرنا يعني ابو طلحة ودعوني انا الذي اخبره هذه المرأة العاقلة لانه هي الوحيدة التي تعرف مفاتيح شخصية زوجها هذه المرأة العاقلة لانه سبحان الله العظيم يعني مش تعرف مفاتيحه كي تغيظه او كي تدخل علي النكد تعرف من اين يغطاظه من اين ينفعل والاعرابي قال لزوجته ولا تنقريني نقرك الدف مرة يعني يعني تعمل مشاكل وتعاييريه باهله بخاله المرتش والعم وماله وماله قاله رجل مش ولابد ابن اخوه رجل مش ولابد طب يعمل ايه هو لكي فيه هو سبحان الله لا تعاييريه بغيره لانه مسؤول عن نفسه المهم فلا تخبرنا او لا احد يخبر ابا طلحة الا انا الذي اخبره المهم جاء فقدمت له العشاء سبحان الله وتزينت له المهم فيين قبل الفجر قالت له يا ابا طلح انظر لها لما يكون ايه كلام سبحانه ان قوما ان قوما اعطوا جيراننا عارية عارية يعني ايه سلفوهم سلف او اعطوهم امانة يعني سبحان الله وجاء اصحاب العارية لاستردادها فابوا ان يردوها قال قد اخطأ القوم معقول يعني دي امانة الناس ترجع يعني الناس اللي جابوا الامانة عنده ثم طلبوا منهم الامانة لابد ان تعود الامانة سبحان الله فقالت ان ابننا كان لدينا عارية واستردها صاحب الامانة سبحانه اني احتسب الى الله ولدك او احتسب عند الله ولدك سبحان الله قال ابعد ان قدمت العشاء وكذا سبحان الله العظيم فلما بلغ الامر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بارك الله لكما في ليدتكما فانجبا ولدا سبحان الله بعد سبحان الله مدة الحمل ثم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وكان من اعظم سبحان الله العظيم الشباب في الاستام انظر الى هذه المرأة العاقلة ما لطمت وجهها ولا شقة جباه لماذا؟ لان علينا رضي الله عنه يقول من اصيب بمصيبة فصبر كان له الاجر وقد نفذ امر الله ومن اصيب بمصيبة ولم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ امر الله يعني في كلتا الحالتين الامر نافذ سبحان الله فاذا هذه المرأة الصالحة لما تمتص الصدمة ثم تعطيها لزوجها بهذه الجرعات سبحان الله احيانا في بعض البيوت اول ما يدخل الزوج من البيت متعة من العمل الى البيت اول شيء تصادمه بمشاكل الاولاد والولد رسب في الامتحان وعمل مشكلة في المدرسة والبنت سبحان الله تأخرت في الجامعة الرجل يصطدم باسوأ ما في البيت سبحان الله فهي عنده نكد فلماذا؟ لان المرأة الصالحة هي المرأة العاقلة والله ان تقدم الامم وتقدم الامم لن يكون الا بصلاح زوجاتنا فان فاتنا هذا في الجيل السابق فلنعوته في الجيل اللاحق لا بد من تعويض هذا في هذا الجيل سبحان الله ذلك تجد واحدة زي زينب زوجة عبدالله بن مسعود قصة مضيئة اخرى من كبريات صانعات التاريخ سبحان الله قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقنا ولو من حليكن فكانت زينب هذه تنفق على اولاد في حجرها وتنفق على زوجها عبدالله بن مسعود وبعدين هذه ترينا ان المرأة ربما تضطرها الظروف للعمل ويكون راتبها احيانا ودخلها اكبر من دخل الرجل لا داعي ان تشعر الرجل انها افضل منه وان دخلاه هو الذي ينفق على البيت القضية تكاملية طالما الوضع الاقتصادي يقتضي ان هذه المرأة تعمل تحت ظروف معينة ويفق منهج الله سبحانه وتعالى طيب اذا المسألة تريد يعني ايه مننا ان نأخذ يعني عقلا وحلما وحكمة حتى نرى كيف تكون الامور في بيوت المسلمين المهم قصة زينب زوجة عبدالله بن مسعود هذه قصة يجب ان تروها ويجب ان نأخذ منها العبرة ولكن بعد الفاصل ان شاء الله رب العالمين كونوا معي حتى نرى ماذا صنعت زينب زوجة عبدالله ابن مسعود اول صادح بالقرآن الذي كان يعرف ويدرك ويفهم سبعين سورة من القرآن اخذها من فم الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من اراد ان يسمع القرآن غضا كما انزله جبريد فليسمعه من ابن ام عبد اي من عبدالله ابن مسعود كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله اهلا بكم مرحبا بكم احبة في الله مرة اخرى ونحن نتحدث عن دور البرأة الصالحة في تقدم هذه الامة عندما تخف الزوجة بجوار زوجها زوجة عبدالله ابن مسعود زينب رضي الله عنها قالت ذهبت الى ابن مسعود زوجها يعني وقلت له يا ابن مسعود هل لي ان انفق على من عندي وعليك الي اجر عند الله سبحانه وتعالى تريد ان تطمئنني يعني انا انفق ولكن ليس من باب المن يعني بعض من الزوجات تكون ابوها مثلا ترك لها ميراثا فتتعالى على زوج لا ابدا بالعكس العلاقات الانسانية اقوى من العلاقات المادية لا داعي ابدا ان نقول يعني كما يحذرنا سيدنا علي في مقولته الشهيرة رأيت الناس قد نالوا الى من عنده مالوا ومن لا عنده مالوا فعنه الناس قد نالوا رأيت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا رأيت الناس منفضة الى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة لا نحن نريد ان نقيم الناس بخلقهم وبتواضعهم وبقدر ما يقدمون للمجتمع وبقدر ما يبنون في هذا المجتمع وهذه يجب أن تكون نظراتنا المهم قال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت فرأيت مرأة أنصارية على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت في نفس الأمر جاءت تسأل نفس السؤال وبقدر الله كانت اسمها أيضا زينك فالمهم قالت استأذن لنا أو اسأل لنا يا بلال وجدوا بلالا على باب الحبيب واسأل لنا يا بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخبره عننا يعني لا تقول له اننا سبحان الله فالمهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم مداعبا بلال اي زيانب قال زينب امرأة عبدالله ابن مسعود قال لها اجران اجر القرابة واجر الصدقة اذا يبشرها النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تستطيع ان تصنع الكثير انا طبعا لا اريد ان انزل بكم من الثرية الى الثرى ولكن اريد ان اذكر يعني امرأة ولكن في الجانب الاخر هي غير مسلمة ولكن كان لها بصمة عجيبة في تاريخ قومها وكان لها اثر كبير فيما صنعت يعني نقول دائما ان المخلص في كفره ينتصر على المزيف في ايمانه وهذه قضية خطيرة المخلص في كفره ينتصر على المزيف في ايمانه فنحن نتحدث عن بنت اخوان الثاني اللي هو ملك قشتالة واسبانيا وكانت تسمى ايزابيلا ايزابيلا هذه كرست حياتها على مدى ثلاثين سنة ثلاثين عاما اقسمت اقسمت ان لا تخلع قميصها حتى يذكر في تاريخ قميص ايزابيلا 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 اذا اخرجت اخر مسلم من ارض الاندلس سبحان الله وجمعت الملوك والزعماء في اوروبا سبحان الله العظيم حتى قامت بان اكبرت ابا عبدالله الصغير اخر ملوك غرناطة ان يدفع لها اثنى عشر الف قطع ذهبية كل عام كضريبة واخذت منه ولده الصغير رهينة حتى الى ان ينجري عن عن قرطبة وعن غرناطة سبحان الله العظيم يعني لك انتخال هذا الجبروت في هذه المرأة وسبحان الله العظيم بعد ما وقع هذه وقبل التسليم سبحان الله العظيم واخذت غرناطة هي التي هي صاحبة محاكم التفتيش التي كان يحرق فيها المسلمين هي ايضا التي مولت كريستوف كولومبس لكي تنقل تبشر بالنصرانية في العالم الجديد في امريكا او في الولايات المتحدة بعد ذلك يعني سبحان الله العظيم هذه امرأة سبحان الله العظيم صنعت هذا لقومها وكان من الواجب ان تصدق نساؤنا في صناعة الخير لامتهم كيف ان الامة تحتاج الى ولد صالح الى بنت صالحة الى ذرية صالحة الى رفقة في البيوت الى زوج الناجح الى انسان يستطيع انا اتخيل البيوت التي فيها خلل البيوت التي يخرج الرجل مغضما من بيته بالله عليكم كيف يؤدي عمله كيف انا انتظر منه اذا كنت مثلا مدير مؤسسة كيف انتظر انا من الذي يعمل معي في المؤسسة او في المصدح او في الجامعة او في المدرسة او في اي مكان كيف ينتج وهو مجغول البال كيف يصلي وهو مجغول البال يعني سبحانه نتخلق حتى باخلاق بعض المخلوقات الاخرى نتخلق باخلاق النحل الذي ان اكل اكل طيبا وان اطعم اطعم طيبا وان وقف على عود لا ياخدش ولا يكثر سبحان الله اديك اذا وجد حبة لا يأكلها وانما ينادي سبحان الله العظيم البقية الدجاج لكي يشاركوا معه فهو يسعد بان يكرم الرتل او القطيع الذي من حول سبحان الله العظيم وكانه مسؤول عنه مش انا وبعد الطفان لا الشعر الذي قال اذا ميت ضمآنا فننزل القطر طب ليه يا ابن الحلال يعني اذا ميت ضمآنا رب الياس كنا بعدنا يعني وانت عشان مت عطشان لابد ان سبحان الله العظيم لا اله ادى الله اذا فرق الحمام سبحان الله اذا يعني بعد ما ما يكبر سبحان الله ويستغني عن ان يزقه الحب ابوه وامه فان تواكل ضرباه باجنحاتي حتى يتعلم الاعتماد على النفس ونحن يجب ان نعود ابناءنا الاعتماد على النفس سبحان الله العظيم يعني كما قال الشعب كونك الصقور على الذرة تصغي لوسوسة القمر لا كالغراب يطارد الجيفة الحقيرة في الحفر يعني يعني خليهمتك عالية لا تنزل الى الغيبة والنميمة والخوض في الاعراض والكلام على الناس لا تضيع وقتك في هذا يا اخي انفق مش ضيع وقتك انفق وقتك فيما يعود عليك بالنفع على امتك وانت ايضا يا امت الله يعني ثلاث اربع ساعات في الهاتف لماذا هذا يعني هذا الوقت سبحان الله يعني يعني الان وحسب عليه وقال حكماء ان لم تنفع اخاك فلا تؤذيه وان لم تعطيه فلا تأخذ منه سبحان الله العظيم وقالوا حتى الحكماء كن نارا ولا تكن حريقا يعني انت عايز تغذي في نفسك من الحسد والحذر بس لا داعي ان تحرق غيرك يعني نظرنا اذا هذه الصور المضيئة العجيبة في السلفين الصالح وفي امهاتنا الفضليات سبحان الله العظيم فاطمة بنت قيث سبحان الله العظيم صحابية جليلة يعني نصعد من الثرى الى الثرية مرة اخرى بفضل الله فاطمة بنت قيث يعني مات عنها او طلقها ابو حفظ ابن عمر او ابو عمر ابن حفظ فلما طلقها فقال لها صلى الله عليه وسلم اعتدي في في بيت ام شريك ثم قالها لا لا تعتدي في بيت ام شريك فهذه امرأة يعني رشاها اصحاب يبدو انها امرأة سيدة اعمال او فيها مصارح تجارية ففيه ناس كده يمرون امام بيت فهذه اعتدي في بيت عبدالله ابن مكتوم فهو يعني مكفوف البصر وانبئيني عندما تنتهي عدتك لان الان رسول الله مسؤول عن الامة كلها ومسؤول عن لما تعتدي المرأة وتنتهي عدتها تقدم لها الخطار فلما انتهت عدتها جاءت وقالت يا رسول الله تقدم لي رجلا ابو جهم ومعاوية ابن ابي سفيان قال اما ابو جهم شوفوا رسول السلام فرجل لا يرفع عصاه عن عاتقه يعني رجل ياده طويل ممكن يذيك ورجل عصرا واما معاوية فرجل صعلوك لا مال له ما الذي نأخذه من هذا المهم تزوج اسامة ابن زيد فتلكأت قليلا ثم وافقت وسعدت مع اسامة الحب ابن الحب رضي الله ايه لنأخذه من القصة ان الانسان لما يسأل عن عريص متقدم لعائدة وانت او انت تعرفون اهله وتعرفون خلقه يجب ان تقولوا بميرض الله لان اذا وقعوا في ورطة ما كانوا يعرفوها وانت مغطيتم عليها تكونوا مشاركين في الاث ربما يتدو عليك الزوجة بعد ذلك يعني سمح الله من كان سببا وربما تدو عليك او العكس لو تقدم ولدنا الى يعني البنت تعرف انت اسرتها ونسألك عنها والله لا لا هي الحقيقة سبحان الله العظيم يعني كذا ابوها بخيل امها تضع انفه في كل شيء امها متعبة نخل من يرضو الله اما ابو جهن فلا يرفع عصاه عن كتفه او عن عاتقه واما معاوة فسعلكم لا مال له هذه الصور سبحان الله العظيم ولكن الحقيقة الصحابيات كانوا من الفضل بمكان لما جاءت امرأة ثابت ابن قيس تريد طلاقا من زودها فماذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هي تريد طلاقا لازم في سبب قالت يا رسول الله ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولكن اكره الكفر في دين الله او اكره الكفر في الاسلام برواية مختلفة رواها البخار يعني الكفر الكفر اللي هو كفران العشرة يعني كفران العشير لانه كلما يسئله يعني هي تكره هي تكره زوجها ولكن حيث لا تريد ان تخوض في عرضه لا اعتب عليه في خلق ولا دين يعني رغم طلب طلاقها منه لكنها ما عابت على رجل ما ذكرت فيه صبت كذا وكذا مش اللي على الفضائيات يفتضح عمر الرجل ويعرف انه بخيل وانه كذا وان امه قالت كذا وخالته قالت كذا فسبحان الله العظيم يعني انا اقول اننا يجب ان نتقد الله رب العالمين وان تكون او ان ننهض بالامة عن طريق نسائنا الصالحات وبناتنا الفضليات يعني حقيقة الامر هذا موضوع طويل في قضية المرأة الصالحة وتقدم الامة ولكن يبدو ان الوقت يجري سريعا فنبدأ في تلقي ان شاء الله يعني مكالماتكم او مداخراتكم فمرحبا بكم اهلا وسهلا نعم السلام عليكم في اول اتصال ان شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير يا شيخ حمر على بارك الله في خدمك وعايزة بس نصيحة محضرتك ان انا ازاي تعمل مع زوجي هو مشغول طول المهار ويعني بيرجع متأخر اوي طب ازاي انا عينه في كده ازاي انا مكنش سبب ما فعلا مشاكل ان انا اقوله طب انت مش بتبقى متواجد معايا او انت مش يعني مفيش وقت ان انت تفرغوا لي وكده فايه الطريقة اللي انا عينه بها عشان ما كنش سبب ان انا عيقه عن عمل ان شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك هذا سؤال من زوجات صالحة بارك الله فيك ازاكم الله خير ازاكم الله خير ازاكم الله اولا احنا ممكن نتفاهم سويا او نتفهم طبيعة عمل الزوج يعني احيانا الزوج طبيعة عمله ان يبقى خارج البيت بدة طويلة ولكن مثلا نراعي هل هذا الوقت ننتظر انه يعني سبحان الله يعني يعني ننتظر الى ان اخر الاسبوع يمكث معنا مثلا عدة ساعات او تتناقش الاسرة في موضوع معين او خروج معين او مكثم معين يعني يجب ان نعطي كل الذي حق حقه وان يعني لا تقلق المرأة ابدا من كثرة عمل زوجه ولكن تكون معينة له في نفس الوقت يحاول الجميع يتفقوا على وقت يتفرغ افراد الاسرة حتى يرى بعضهم بعضا ويتعرف بعضهم الى وحد يعني هذا نعم الاتصال الاخر ان شاء الله ايوه طيب يعني يبدو ان الوقت او شك على النهاية ولكن قبل ان نرفع كفة الضراعة الى الله في ختام حلقتنا لان يكون دعاء مستجابا ان شاء الله رب العالمين يبدو اننا حفن على وقت المتسائلين التي نزوا ان شاء الله نعوضها ان شاء الله كنا من اهل الدنيا في الحلقة القادمة نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه ديلة عظيمة ان يجعل جمعنا جمعا مرحومة وان يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة وان لا تجعل يا ربنا بيننا لا شقيا ولا محرومة اللهم هبلانا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وابنائنا بالزوجات الصالحات ووفقهم وايانا الى ما تحب وترضى اللهم مطرد عن هذه البلاد وبلاد المسلمين شياطين الانس والجن ووفق ولاة امورنا لما تحب وترضى واللهم اكرمهم واعنهم بالبطانة الصالحة التي تحثهم على الخير وتوضح لهم الامر يا رب العالمين اللهم وفقنا الى ما تحب وترضى اجعلنا سنما لاوليائك حربا على اعدائك نحب بحبك من احبب ونعادي بعدوتك من عادي اخسم لنا من خشتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتنا ما تبلغنا به الجنة ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارثة منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا انصرنا على من عدانا ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت مغفرة ورضوانا واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب دستيما كثيرا نستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه لا تنسونا من صالح دعائكم نلقاكم بحول الله وقواتهم كنا من اهددوني ان شاء الله الاسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته